السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير تم نقل جثمان الفنانة ريم غزالي الى الجزائر هنشوف الجنازة وكمان انهيار اختها وتفاصيل كتير جدا نصلي الاول على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام وكلنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة سيتم نقل جثمان يوم الخميس عجبة وفاتها عن عمر يناهز تسعة وتلاتين عام تم نقلها فعلا نحو مطار هواري بوميديم بالعاصمة وبعدها الى منزلها وسيتم مراسم الدفن والجنازة يوم الجمعة هي يعني اليوم وهي انتقلت الى رحمة الله في فرنسا بعد معاناة شديدة جدا مع المرض مرض سرطان الدماغ اللي بقالها تلات سنين بتعاني منه هي المحاربة لطالما حربت كتير جدا وحربت المرض ولكن ارادة ربنا كانت فوق كل شيء كان اخر رسالة ليها مؤثرة جدا لكل الشعب الجزائري اللي فيما معناه قالت لهم باقي القليل قوي على كوفيد تسعة عشر ياريت نخلي بالنا من نفسنا ودعت كتير للشعب الجزائري هي فنانة محبوبة جدا ما عندهاش غير ابنة واحدة اعلنت اختها سلمة غزالي عن وفاتها منهارة جدا اختها سلمة ولكن بمنتهى الصبر والايمان والعزيمة ضربت مثلا لكل الناس ان هي بجد عندها ايمان قوي بحكمة وارادة ربنا هي بكت بحرقة في الجنازة وكانت منهارة جدا في حاجات كتير منعوا منها التصوير كانوا رفضين التصوير وقالوا ان الموضوع ده عائلي احنا مش حابين انه كل حاجة تتصور هي اخر حاجة كانت بتعمل عملية جراحية بعد ما كانت عملت عمليتين ولكن وكانت العملية نجحت وكل حاجة تمام وكان موجود معها اخوها دائما ولكن ارادة ربنا فوق كل شيء وتوفت عن عمر يناهز تسعة وتلاتين عام كمان وصيتها اللي بصراحة بكتني انا شخصيا وناس كتير وحاجة كانت بديهية هي قالت لاختها ان هي حاسة ان خلاص عمرها بينتهي وقالت لها خدي بالك من بنتي جدا لان هي حياتي انت اعتبريها زي بنتك وطبعا اختها انهالت بالبكاء جدا بعد الموضوع ده ربنا يا ربي يرحمها ويصبر اهلها ويصبر والدها ووالدتها ويصبر الشعب الجزائري كله في فقيدتهم غزالة الجزائر لو سمحتم ادعو لها بالرحمة والمغفرة يمكن في ناس كتير ما تعرفوش يا نجمة استار اكاديمي سري ولكن انا اللي انا شفته من كم المحبة والدعاوي ليها بجد ربنا يجعلوا ليها في ميزان حسناتها حابة اشكركم جدا متابعين الكرام على حسن المتابعة واسفة لو كنت طولت على حضراتكم ولكن في تفاصيل بسيطة كده كان لازم نقولها مع بعض ومن فضلكم ادعو لها تاني بالرحمة والمغفرة شكرا جدا لحضراتكم سلام عليكم